اشتركوا في القناة نعمل اي حنا دلوقتي بص لو مجاش النهاردة تأجل الخبر كله البكرة وانا حكلم استاذ جميلة بلاب تمام يا فاند شكرا اتفضل مساء خير؟ مساء النور مش ممكن صفاء سباعي يخرب عقلي بتعملي ايه هنا؟ مش معقولة انجي احمد ايتي بتشتغلي هنا؟ ايوة طبعا ايه بنتي؟ ما بتقريش جرايط وتشوفيش تليفزيون ولا ايه؟ ايه الثقة دي؟ لا ثقة ايه؟ مش ثقة ولا عيزة وبالله ده غرور بعيدة عنك اعاضي اعاضي بعشديني جدا وانتي كمان وحشاني قوي انا متابعك من زمان يا انجي من ساعة كتابك ما نزل وبقول لكل الشلة انتي بشرفة انا قد ايه؟ حببتي ربنا يخليكي وانتي بقى بتعملي ايه في الدليل؟ بتاجل في الطحف والانتيكات بجد؟ انتيكات؟ طب وانتي جاية هنا عندنا بتعملي ايه في الجورنان لكي قريب؟ لا ابدا انا جاية استلم الجايزة جايزة مسابقة قديم بس عظيم يخرب عقلك انتي اللي كسبتي مئة ألف جنيه؟ يا بنت المحزوزة الحمد لله عيني عليكي برده من يوم ما اهتميت بالانتيكات والطحف وبدأت هتاجر فيهم وانا بكسب على طول بالشكل ده عقولة الانتيكات والطحف بتكسب فلوس كتير بالشكل ده؟ ايه يا حبيبتي بص يا حلوتي اي حاجة قديمة ممكن ما يبقاش لها قيمة عندي ناس بس عندي ناس تانية لها قيمة وقيمة كبيرة كمان انا بقى شغلي كله على الحاجات القديمة والندرة دي طيب وانتي شغلك فين؟ فالمعرض بتاعي طبعا في الزمالك ضروري تجي تزوريني ها؟ طبعا يا حبيبتي حاجة زورك انا من زمان مهتمة قوي بموضوع الطعف والانتيكات خصوصا بعد ما اسمعت موضوع البيت ألف جنيه حبيبتي يا انتي حبيبتي هستناكي ها؟ تزوريني باي حبيتي باي ماي ماي خايفة لحسدها بنت النزيلا؟ مية ألف جنيه؟ تبدت المحسوظة؟ من راح يا عمي مغاوري علي مهلك اقاع تخبط في حاجة؟ الله يخليك يا مدام إندي ما كنتش عارف انك بتخاف علي كده اللا مش بخاف عليك انا خايفة علي السجادة امنا طبعا امنا تخاف علي امي اااااااااااااا... عموما يعني ألف مبروك لست ميد بتبرك علي ايه؟ لسه بدري قوي علي النتيجة لا انا أصدي على الجهاز جهاز إيه، دي نصة طفلة، مين قالك بقى ان ده الجهاز؟ عá! يبجئ فارش تاني بجاء للشجة بس يا ماغاولي، دي سجادة أثارية من القرن التسعة عشر عارف القرن التسعة عشر يا ماغاولي؟ لا لا بس يا ماغاولي... أسهل إنك متحشرش منخيرك في قلل حاجة لأني معنديش ولا تفهمكди Firstly يعني إيه خليك في حالكwan يي؟ انت بجالك كم يوم ذاتع نفسي عمال اشيل في حاجات غريبة وانا من حاجي اسأل بقى لا يا مغاور مش من حقك تسأل انت تشيل وبس يا السلام ولما المرايا مبارك كان ايكسر دهري كنت هتفدني انت بايه وفي الاخر لحمد ولا شكرانية يا السلام منت اخدت الاكرامية ايه اكرامية دي؟ يعني تيبس يا مغاور ها تيبس معلش يا السلام يعني ما فهمتش الاكرامية وفهمت التيبس ايوة وانا شايلت شنطة خدار ده انتو كاينكو بيتفرشوا الشجوة من اول وجدين وبعدين انا عايز علاوة علاوة؟ ليه بقى ان شاء الله انت فاكر نفسك موظف حكومة؟ سهي انا مش موظف حكومة لكن ممكن اشتكيك في النكابة النقابة مرة واحدة؟ وانت ايه اللي حيدخلك نقابة الصحفيين ومين ممكن يسمعلك هناك؟ ومين جال ان انا اروح نكابة الصحفيين؟ انا اروح نكابك البوابين؟ انا رجل بواب وليا بريستيجي ماشاء الله ماشي يا سعدل بالبواب اتفضل قدامي لما اشوفه عرض بريستيجي كده يطلع كامل العرض عردين يا عم واسع 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 من قدامي تعالي يا مغاون تعالي حط السجارة عندك في اي حد اشتك يا علي الحمدلله على السلامة يا انش الله يسلمك يا حبيبي ايه اللي اخرت كده؟ ويه القتيل اللي انت جابه معاك كده؟ مش عايزة اقولك يا علي النهاردة كان فيه حتة دين مازاد عملال مؤسسة ما حصلش فتك كتير يا علي لو كان معاك مليون جنيك واتصرفتهم كلهم مليون جنيه؟ على شوية روبابكيا دي؟ اخصى عليك يا علي معقولة بتقول عالتطحف الجميلة بتاعتي دين روبابكيا طحف؟ ويه القتيل اللي انت جابه معاك كده؟ قتيل ايه يا علي؟ دي سجادة انتيك عمرها اكتر من مية وخمسين سنة النبت جنن ايه رأيك؟ اه الله ودي حنفرشها على الارض؟ يا ايه دي اللي حفرشها على الارض؟ معقولة يا علي حفرش سجادة عمرها مية وخمسين سنة على الارض؟ لا طبعاً حفرشها على حتة الريسابشن وهو بقى في حيطة في الريسابشن الكراكيب بتاعتك بهدرة البيت بخلي انا مش عارفين نمشي خصى عليك يا علي بتقول على الكنوز بتاعتي دي كراكيب؟ انا ولادك مستنينك بالصبح وجعانينه عايزين يتغدى اخ الغداء صحيح صحيح؟ انتي نسيت تجيبي اكل معاكي ولا ايه؟ اصلي بصراحة كده يا عليم يعني المزاد كان فزيع فاخد كل تفكيري والسجادة ابهرتني فنسيت قصدك ابهرتك فمش هناكل النهاردة؟ لا 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 ازاي حبيبي انا هتصرف هنزل جيب اي حاجة من عند شعبان تحت في السوبر ماركت بسات فلوس فلوس؟ مصروف الشهر فين؟ اصلي بصراحة يا علي كده هلكت بخيبة الفلوس ما كفتش معاي علشان اجيب السجادة فاتصرفت صرفت مصروف البيه؟ عالكهنة بتاعتك دي؟ علي من فضلك من فضلك ما تجرحنيش ما تقولش على السجادة الانتيك كهنة واحنا هنأكل طحف بقى بعيد الشهر في ايه علي في ايه يا حبيبي الاكل مهما كان فقرق المطاعم ومهما كان غالي في الاخر معروف بيدخل من هنا وبيخرج من هناك يعني واخره في الحمام انما يعني البطن مابدوش كرش انت عارف وبعدين التحف هي اللي بتعيش واحنا عايزين ناكل عشان نعيش حاضر حاضر يا علي حتاكل عيش ما قوله بقى كالا بطن كده؟ انت لابت اضحك على ايه؟ واقف هنا ليه من الصبح؟ حطها في اي حتة السجادة دي عاواني بحاسب من الوشي ايه دي؟ مينك كده عليكم؟ اللولي يا جننت كده كلامو عليكم يالا ماشي بتسلم ايديكم بتشكرين سلامو عليكم كلامو عليكم يا شعبان انا وسهلا ستة انجي اللي حني نبي ايه دي يا شعبان؟ عسلية ايه دي يا شعبان؟ مش بتكلم على دي يا شعبان دي دي؟ اه دي قولي قديمة بيقولولي كده ان هي بقالها بتاع ميد سنة ولا ليها لازمة يعني من نوبة اه وحطت فيها عسلية؟ انا بحط البضاعتي في اي حاجة في قولها في زهرية في كاف ايدي المهم البضاعات تتباع اهم حاجة عنتي مانت حقير بقولك ايه شعبان؟ تباعها؟ وانت عايزها في ايدي؟ لا امانا عزباني وانت حرم اي حد يلطشها كده ولكده تتكسر ما تتكسر في ده يا بقولك قولة قديمة جيب غيرها ايوة صحف ده هي طب ما تباحة احسن ايه رأيك؟ وانت هتعمل لي بيها ايه؟ دي اللي هينفع تحطي فيها مية؟ ولا هينفع تشربي فيها؟ لا انا مش حط اللي هو مية انا هزرع فيها كده ورد وحطها في الحمام عندي اه تباحة بكام؟ لا يا ستينجي يعني ما تغلاش عليك يا متشكلة قوي استني 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 اللي متشكلة قوي واخدها وبتجري ايوة انا اسفل اسفل انت عايز العسلية لا عسلية ايه انا عايز القولة 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 دي عندي مهمة جدا على فئة هي بتاخد فيها كام؟ اللي تدفعي بص يا شعبان انا هدفعلك خمسمائة جنيه مش هدفع الجنيزية سيفع الجنيزية مش هدفع خمسمائة جنيه؟ ايوة في القولة دي؟ اه لا انا متأسف في الحقيقة انا محتاج خمسمائة وخمسين جنيه في القولة دي موافقة يا شعبان اصل القولة دي موافقة؟ أيوة موافقة موافقة بجد أيوة خسارة يا رجني كنت قلت 560 أخدها يا شعب؟ نعم أخدها؟ الفلوس أخد أيتهم على الحساب أيوة أخذ المسابقات دي عمل الدعاية كبيرة للجورنال ده طبعا غير الدعم اللي جلنا من الرعاة يا فندم أنا سعيدة جداً وفخورة إن أنا بتابع حدث عظيم زي دا أنا عن نفسي عملت حتة ألبوم عن المسابقة اللي فاتت فاضي عملت في كل مجهوداتي الذاتية نا وحطت في صور يون عملك كده وعملت صور سلف النفسي كتير قوي لا لا بجد تعيبت قوي يا أستاذ جميل يعني بجد ألبوم يستحق جايزة بول ألتر مضبوط مضبوط تمام جايزة إيه حيوتي بول ألتر يا إنجي إيه مش عارفها ولا إيه لا لا يا كاماليا حيوتي اسمها بوليتسر دا دا فيلسوف وصحفي معروف دي جايزة الصحافة العالمية روح جراهنج انت عزا تطلعيني مش فاهم حاجة يعني لا انتي بتعلي صوتك كمان اه يعني مش ممكن أنا بصلح لك ايه مش ممكن أنا بصلح لك ايه مش ممكن خلاص بس ويا كاماليا جايزة بوليستر في ايه بوليستر ايه يا فندم بوليستر ايه بس بقولك ايه أنا فاهم في كل الجوائز العالمية ايه لو سمعت بفضلك بقولك ايه خلي بالكم المرة دي حيبقى فيه جايزتين جايزة اندر طابع ايه اندر ايه فاهم نعمل جوائز الاندر جوائز اندر ايه اندر طابع بسطة اندر كمان هيعملوا طابع بسطة للاندر يا فندم ازيه يا اندر ايه يا اندر اندر جاية من الندرة نادر نادر زملنا يا فندم قول كده يا فندم وطح عشان نادر يا اندر قولنا الاول الاندر خلصنا منه ايه سامنا دي جايزتها رحلة الباريس ايه التسجرتين لمدحف اللوف امام عشرةلاف دولار اما بقى الجايزة بتاعد اقدم عملة دي مية وخمسين الف جنيه ايه محظوزين بجد محظوزين اللي يكسبوا الجايزة دي تعرف يا أساس جميلة اللي كسب المسابقة اللي فاتت مين؟ صاحبة إنجي دعا يا فن صفاء استباعي دي بقى سبحان العاطي الوهاب بعد الشبشب والأبقام دي بقى كاد حضرتك مش لقيا تاكل آآ كاد هرياني بقى مقاشرة تاني كل لبسي وماكياجي الحمد لله دلوقتي من سيدات المجتمع إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده يا إنجي؟ أنت بتعايليها علشان كني بتسلف منك؟ إيه يعني حاجة؟ الصحاب لي بعضيهم طب إما أنا يعني بسلف منك لما بقى غنية كده زيها هتعايريني؟ أنت أصلا مش ممكن تبقي غنية قصدي يعني حتى لو بقيت غنية يا كوكي أنت في فرق كبير بينك وبينها هي بتستلف لبسي وانت بتشحتيها شايفي أساس جميل؟ فيه إيه يا كوكي قالنا؟ أنتو هتعايروا بعضه قدامي إنجي هي اللي كسبت المسابقة اللي فاتت ديه صاحبتيك؟ مقايا فاني كان 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 معايا في الجامع دي كارثة يا إنجي كارثة كده دلوقتي القراء حيفتكروا إن إحنا بنطبخ الحكاية وبنعملها لقريبنا ومعرفنا هي مش عايس حدي يعرف حاجة عن الموضوع ده خالص فاهمة وإنت بالذات لأ أنا أصلا عمري ما فاتحتي بقي عن الموضوع ده خالص ده أنت اللي لسه إيلا لها صاحبتها مش كده إنجي يا أيو 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 يا صاح بقى بس حديق ما تقلقش خالص يا فاندل ما حادش ممكن يعرف أي حاجة عن الموضوع ده بإذن الله بإذن الله بإذن الله أنا اللي حاجة تكسبي إيه؟ الجايزة الجاية إن شاء الله مع حضرتك أنا عندي شوية عملات وطوابع قديمة يعني بس يا بالو يا إنجي يا إنجي بقى أنا بقولك ما يبقاش حد صاحبك ولا صاحبتك ولا جرتك ولا قريبتك تقوليلي أنت اللي هتخش المسابقة دي تبقى كا يا إنجي حنفقد مصداقيتنا عند الناس فيه يا أستاذ جميل من حق؟ من حقك يا إنجي لو أنت مش موظفة في الجورنال إنما يا حبيبتي دي بعمولة للقراء أوه يا فاندل ما أنا أنا من القراء أنا بقرأ الجريدة والله كل يوم كل يوم وبعين بصراحة أنا نفسي أطلع رحلة لباريس ونفسي أدخل بطحة في اللوفر اطلع على حسابك أهم حاجة المصدقية يا فاندل ما المصدقية دي بقى هتكلبني كثير قوي بصراحة طيب بقول لحضرتك أنا إنجيلي فكرة حلوة قوي أنا خلاص مش هقدم في المسابقة خلاص حلو كده؟ تمام بس أنا ممكن أطلع مرافق للي حيكسب الجايزة إيه رأيك؟ حلوة صح؟ لا ليه يا فاندم؟ تعال علشان يعني يبقى فيه مصدقية وصواره بقى في اللوفر وهو إيه رأيك؟ لا يا فاندم عند صواره بقى هو أخد الجايزة كده هو أقف عند برج إيفان لا بره يا فاندم ليه يا فاندم دي مصدقية هو دي المصدقية لا أنا المصدقية اللي عندي لحد بس اللي هيكسب الجايزة أما المرافق بقى وكل الحاجات دي شكليات آه حلمي راح حلمي ضع حلمي اختفى حلمي تغير فيه إيه يا إنجي؟ حلم مين يضع منها ده؟ حلمي إيه؟ حبيبتي الحلم بتاعي الحلم الجميل اللي كنت عايشان ياختي كل ده على سفرية ولد زعاني نفسي أنا وشعبان بنسافر كل سيف مصيفين واحد جمسة واحد بلتيم أخديك في واحد بس فيه إيه في إيه يا حبيبتي؟ بقولك عايزة أطلع باري تقولي لي بلتيم وجمسة حرم عليك يا هبة أنا حلمي حياتي إن أنا أروح اللوفر واتصور مع الموناليزا مين ياختي الموناليزا دي ممثلة؟ فيه إرحة ميني؟ لا رقاصة رقاصة وأجنبية وبتشتغل في كابر اسمه اللوفر اخسع عليك والمصحف اخسع عليك يا إنجي ده أنت بتسوقي سمعتنا طب عيالك يقوله إيه؟ طب غذك يقول إيه؟ طب شعبان اللي انت ساخنة في عمارته ده تبهدي ليه معك ليه؟ بس حرام عليك حرام عليك يا حبيبتي الموناليزا دي لوحة مش رقاصة واللوفر حبيبتي مش كابرية ده مدحف كبير فيه حاجات قيمة بيعرضوها هناك ده اللي في باريس؟ أيوة ده اللي في باريس طب يختي روح أعطينا مناخير أبو الهول اللي نصبين علينا فيها ومين قالك بقى إن مناخير أبو الهول موجودة هناك في المدحف ده ده مش حقيقي الأستاذ سعيد عكاشا والدكتور توفق حساسين هما اللي اتنين تلعوه له كده ودرجة هبازة طبعا الله الله عالصخافة يا هبا إيه ده كله يا حبيبتي؟ قولي يا إنجي انت ضمن يعني الفوس قوي كده؟ أيوة أيوة حتى بص يدي بص إيه ده سحتوت؟ إلهي سحتتوك يا هبا الله إيه العملة دي؟ جبتها منين؟ جبتها من مزار للعملات يا جوجو إسكندر الأكبر كان عاملها وحطت عليها صورته بمناسبة بناء إسكندرية سنة 331 قبل الميلاد ودفعت فيها خمس تلاف دولار إيه حبيبتي؟ عشان كده بقى زعملنا ومقهورة إنك مش هتدخل للمسابقة أيوة وعمرينو جمان مقهورة أوض خلاص يا حبيبتي ما تزعليش قدمي لنا مكانك الله فكرة حلوة قوي هبا فكرة إيه حلوة؟ دي بتهذر دي؟ لا طبعا مش بتهذر أنا بقى بتكلم بجد أنا فعلا هقدم بإسمها ولو هي كسبت أنا أطلع مكانها الرحلة يا حبيبتي ومش بس كده ده أنا بقى هخدمك خدمة عمري الكل أنا عشان أسيبك كده تفوقي وتروقي للمسابقة هاخد منك البنبينو الحلوي ده يفضل قاعد معي لحد ما ترجعي بالسلامة وانت فايزة يا حبيبتي الله يا حبيبتي يا عيبة إيه إيه اللي حصل لك؟ محصل ليش حاجة أنت متعرفيش أنا بحبك قد إيه ده أنا بحبك في اللي حب هعيض أنا تأثرت جدا ربنا يخليكم بعض يا رب محرمكوش أبدا من بعض عبيبتي 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 قلبمك مش عارفة يعني أنا عارفة إن أنا برجة كتير يا صمورة بس أنا حاسة إن أنا بقيت مجنونة مهووسة بالتحف مش عارفة إيه رأيك يا عمرين؟ إيه رأيك يا صمورة؟ سمورة أنت نمت مني ولا إيه؟ ها؟ أنت إيه؟ لا أنا هنا أنا هنا ما فيش حاجة هنا لا يا حبيبي لا لا يا حبيبي لا ها؟ ها؟ سوري انت نمت مني أنا مملة قوي كده؟ لا فشر لا لا يا حبيبي بات حشر أحب أركز بس الإحساس ده جالك من زمان حاسة بيه من زمان وإنت بتاكلب دينجان؟ ها؟ ايه؟ مش عارفة مش عارفة يا صمورة أنا حاسة بس مش متأكدة جالي إمتى؟ افتكرت جالي لما شفت صفاء استباعي صاحبتي من أيام المدرسة وهي بتكسب عشر تلاف دولار بسبب ساعة جدها القديمة عشر تلاف دولار حقيقة حبيبتي أنا حاسس إنك يعني برلوم مجنونة من زمان فيه أي صمورة؟ وأنا جايلك علشان تساعدني وتعلجني ولا عشان تفرسني أكتر يا حبيبتي أنت مفروسة من زمان أيوة مفروسة من زمان بس أنا دلوقتي بقيت مهروسة مهروسة بالضحف والأنديكات واللوحات شوف يا عزيزتي الهوس بالأشياء له سقف معين يعني لو إحنا عدينا السقف ده أو حسيتي إنك فوق السقف ده تحس إن فعلا إنك مهروسة ولو تحت السقف بقى؟ لو فوق السقف هتحس إنك عندك برد رطوبة يبقى أنت مهروسة فوق السقف لو نزلتي تحت السقف هيبقى فيه حر ودفع وأعصابك هادية طيب أعرف منين بقى إذا كنت أنا فوق السقف ده ولا تحته؟ لو حسيتي بسقعة وبرودة يبقى كده أنت فوق السقف إنما لو حسيتي بإنك دافية ومرتاحة وأعصابك هادية تبقى تحت السقف كده نقدر نعالجك تسدق يا صامورة أنا حاسة كده إن أنا والله أعلم تحت السقف ليه بقى؟ لإن أنا حاسة بدافع وحاسة إن أنا مستمتاحة جداً جداً حبيبتي غالباً الأزواج أو الزوج بصفة عامة بعد الجواز خلاص المسئوليات بتكتر عليه بيحصل له هواس كده بيتجه للمطبخ يهتم بشؤون الطبخ أيوة بيتجه فإنت هلزم تساعدين في الحكاة دي؟ طب يعني أعمل إيه؟ يعني مثلاً إرسمي له لوحة بطاطس محشية بالبدنجان إنحتي له بطة ما شوية جواها حمامة صحية واخد بالك ورش عليها شوية بهارات ودهاله في وشه يا سلام هي دي بقى الفنون؟ اهتم بهوايات جوزك يهتم بهواياتك أيوة وهوايات عالي قد كده طيب أنا ههتم بيه وبهواياته عارف هعمل له إيه؟ هرسم له لوحة من السمبوسة باللحمة المفرومة معاها البطاطس المهروسة وأنا متأكدة أني حمضة المفروسة إنجي جميلة إنجي أجمل حاجة فيه إنه لشبه أبوه ولا شبه أمه نعم شبهك يا صمورة نعم غريبة ونقول ما له قهبة ليه كده جلنا شهادة من وزارة الأثار باسم الفائز في المسابقة التانية من مسابقة قديم بس عظيم بجد يا فندم إيه إنجي إنتي فرحان يا فندم عشان النتيجة تلعد يا رب ونب يا رب ننجح يا رب ونب يا رب إحنا غليب إنجي 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 أي فندم؟ إيه وهيكون قدمتي في المسابقة أنا؟ أه؟ أبدا يا فندم لا يمكن أبدا أخلف تعليمات حضرتك علشان المصداقية أنا بقول يعني يا رب ننجح الجورنان ينجح يعني آه ولا يكون أي حد من تابعك لا هي جارتي بس يا فندم ليه كده بس يا إنجي ليه كده؟ كده المصداقية في خطر يا فندم ما تقلقش المصداقية مش في خطر ولا حاجة المصداقية في الحفظ والصون وبعدين هي هي مش أختي هي حيالنا جارتي يا فندم ومن أقوى المستهلكين للجريدة بتاعتنا موزع يعني لا يا فندم موزعي أكتر بكتير عرف حضرتك بتلف الطلبات بتاعت السوبر ماركت بتاعتهم بالجرائد بتاعتنا ولا يمكن يا فندم عندها ولاء لينا لا يمكن تستعمل أي جريدة تانية ده حتى لما يجوا يمسحوا الإزاز بيستعملوا الجريدة بتاعتنا أنا أرشي بحاجة يا إنجي الحقيقة بس مش هلت مسرح لكلامك جميل جدا الله أنت اللي جميل يا جميل الله يخليك يا إنجي لا يا فندم هيك فهمت غط مش بعكسك أنا بقول إنك جميل يعني آه آآ آآ أنا اسمي جميل يعني آآ يا فندم اسمك جميل خير؟ تنسيت اسمك؟ يعني أنا اسمي جميل أي فندم والله حضرتك الأستاذ جميل في إيه؟ يا إنجي أنا قصدي اسمي جميل حلو يعني؟ آآ حضرتك تقصد حلو جميل يعني بيورفول حلو بيورفول قوي والله اسمك جميل بس بس هو تقليدي بس حلو تقليدي؟ آآ تقليدي شوية بس أنا أحب التقليدية جدا آآ أراه عظمة الاسكندر الأكبر فازت بها السيدة هبة محسن هلال الله يوم بسهلع الله يوم بسهلع والجاهزة مقدرها مية وخمسين ألف جنيه بابروك للقارئة الجميلة هبا محسن هلال عب ربه أما عن الفائز بجائزة أندر لا ما تفهمت إيش غلاط يا شعبان أندر طابع بريد عن طابع الخداوي لعام 1866 هي السيدة هبا محسن هلال عب ربه هبا محسن هلال عب ربه والجائزة عبارة عن رحلة الباريز والتسكرتين اللي بطحة في اللوف هاوليك يا كاماليا كاماليا عايزك دلوقتي الصور دي لازم توصل مطبع حالة لأن الرحلة الأسبوع اللي جاي والصور دي لازم تنزل على الجاي ها حالا حالا نيوجد كاميل حالا ألف ألف مبروك الحمدولي اللي مصدر حاجبه وانا كابت ألف مبروك مراحب عشان حتى الكمتور يا جماعة بس الشؤال بس قبل ما أقابها السور هو حديثك يعني المحل اللي بتجيبي منه البورنيتا ومنية حياة حسينينا لأرمس بورنيتا تجيبيها منين؟ لا دا مش من محل دا من عراسي بصي اوعي تستخسري في نفسي لحي دا انا مستخسرش في نفسي حاجة وبعدين دا تكريم انا هتكرم كل يوم اه 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 شعباني تراح فرنسا انسى الله اوعى تنسى الفايف كلوك تي اه تي تي هاجبولك هاجبولك تي تتحدي شعباني ازاي؟ انسى معاكي مرافق أه؟ بس هتاخدي مين بقى معاكي؟ بصي انا عرفت بقى ان مادام فيها مرافق يبقى لازم اختار الصديق قبل الرفيق قبل الطريق ايوة كده الرفيق قبل الطريق مين بقى الرفيق؟ مين؟ مين ايه؟ جزهة طبعا جزهة فيه ايه؟ فيه انت ايه اشخالك انت؟ انا السبب في كل دا انت مالاك بص يا انجي بصراحة بقى كده لما يعني.. لازم أخد شعبان معالها تاختي إيه؟ هتاخد شعبان معاها إيه أنت عامل زي السحيرة الشريرة كده أسكت خلص تعالي أنا حبيب تشتعلي تعالي تاختي مين يا روحي معايكي أنا السبب في كل ده في إيه يا هيبة إحنا مش اتفقنا مع بعض حلال عليكي نص الفلوس وأنا هيخد نص الفلوس التانية تبقى مصاريفي هناك وتذكرتين الصفر بص يا إنشي بصراحة كده أنا نفسي قوي سفر أمريكا أيوة بس الرحلة دي الفرنسا مش معامة كلها دول أوروبا دول أوروبا إيه؟ فهمها سيدي؟ حبيبتي أوروبا دي قارة فيها بلاد كتير كده وعين أمريكا دي قارة تانية وفي بينهم بحر وحاجات وبقول لك إيه يا شعبان أنا اتفقت مع أمراتك إن أنا حقدم لها في المسابقة بإسمها هي ولما تكسب أنا أسافر بطلع هو أنا نصيبي فين؟ من غير ما تزعق قسم الفلوس مع أمراتك لا لا أنا كمان مش موافقة حتى لو هو هو يفيد بصي أنا بصراحة كده متعمليش شهر عسل ونفسي أطلع رحلة من عيني يا حبيبتي بس كده هطلعك أحلى شهر عسل على حسابي أربع ليالي ثلاثة أيام إيه رأيك بقى؟ شرم الشيخ شرم الشيخ دي جنب أمريكا؟ ها؟ شرم الشيخ جنب أمريكا؟ آآآآآآآآآآآآآآآ пояс Biya عينيًا بس بتروح لان طريقِ Pours A cousins وخزصةены وه في قيامك؟ لأ أنا لازم أروح باريس ليه بس هتروح لتعملي إن في باريس ها روح باريس واروح مدحف الشامع مفيش مدحف الشامعا اسمه مدحف اللوفر مش مدحف البنوفر ده هاتروح البنوفر تعملي إيه؟ ألعب بليه ألعب بيبو حرم عليك يا هيبة تيبت غزاري إحنا كان فيه بيننا اتفاق لا اتفاق كان معها صلاحيته انتهت كلامك معايا دلوقتي لما نفسك يا شعبان مالكش ضعوة خالص هيبة ما تضيعيش حلمي يا هيبة يا حبابتش حلمي مين إنش اللي ما تضيعيش حلمي الكايسة باسمي أيوة الكايسة باسمك وأنا اللي مقدمالك في الكايسة معلش بس الفرصة بتيجي للإنسان مرة واحدة تتشيب تديني دورك بصيلي هنا بصيلي هنا يا فعلم بتيجي مرة واحدة بس بس أنا كان حلمي إن أنا أدخل مطحة في اللوفر وأتصور مع لوحات ليوناردو دافينشي وأتصور كمان جنب التمثيل بتاعة مايكل أنجلو مين يختل وناردو ومايكل أنجلو دول صلاحة في النينشا؟ أيوة بس ناقصهم رافاييلو ودوناتيلو مثقفة قوي انتي أموت في الباتزا بس يا إنشي تتعيبي نفسك أنا يا حبيبتي استحالة ومن الرابع المستحيلات إن أنا أستغنى عن شعبان أو أخطي خطوة من غيره لإن أنا يا حبيبتي مش نادلة صح أنت مش نادلة خالص إنشي نادلة وواطية الاثنين شايفة هيبة المكتب بتاعة ايه؟ شايفة يا أخوي ده عندها تركيف مركزي وإحنا قاعدين في الحر ونشر كده من النار اللي في السوبرمار يا حتى بركيه على الحيطان آه يا أخوي ده غير الزرع حياوا اللي على المكتب على فكرة بسع جميل بتاع جميل مش بتاعي ياه؟ بنا أخدكو مش مهم المهم إن إحنا بلا هنسة وحثت العقارة هنسة خلاص يا إيش خلاص يا حبيبتي بقى الله ما تعملش في نفسك كده إزاي بس يا رجاء؟ إزاي وهي أخدت مني كل حاجة؟ خلت أعلمي وطموحاتي وفلوسي وتذكر السفر كل حاجة كل حاجة خلاص 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 تتعود إن شاء الله بفرصة دانية فرصة إيه؟ فرصة إيه يا رجاء؟ الفرصة بتيجي مرة واحدة في العمر طيب أنا عندي فكرة بقولك إيه؟ اطلع الرحلة دي على حسابك إنتي عشان يعني ما تبورتيش بحاصرتك هو فين؟ هو فين عسابي ده؟ أشوفه؟ أشوف عسابي ده ما بقى إيش فيه عاجة قانص بعدا ما اشتريت تحف الجميلة اللي عندي قلاص بقيتها عن حديدة وبين يوبريك مجذبش عليك يعني بقيت أشتري الأكلة عن دوتا من شعبان المعفت إيه خبر للدرع الجالي؟ طب هقولي الحاجة تحتو الإنان بيه حتة من تحف دولة وسافري بتمنح لا لا ما تقولي ليش كده يا رجاء كأنك بتقولي لي بيع واحد من عيالك ما قدرش ما قدر يا ربي إليه وأنتي نايحة ما تقع بيك الطياراتي وشعبات ملاش ملاش ركاية الطيارة دي قصة إنتي عارفة بقى اليومين دول الطيارات بتقع كتير والسيح يعني مش نقصة يا سلام يعني يرديكي شعبان وهيبا يروحوا يسياحوا هناك في بريس ولا قد معاكي هنا إيه النحص ده؟ كده برضو بقى أنا أحدى معاكي ومستحملاكي وعملا طيب في خاطرك والأخي تقولي إيه النحص ده؟ عرأيي الماثل يا أختي الدنيا تشقليبت شقليبة آه والعبيض شد حيلو يعيني على الحلو يعيني على الحلو لما تبهدلوا الأيام ويبقى شخليلة إحنا بقنا بيئة قاوي 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 بيئة طاحت أرخص الأسعار أرخص الأسعار يلا يا هانم ما زاد يا بيت ما فيش حاجة بربع جنيه كل حاجة بالدولار وبرضو أرخص الأسعار وأنا مستني المشتري الخمار بس بقى يا عاني بس قديني عمل مزانة وزي ما أنت عايزش أن أبيع حاجة حبيبية وحشولية حبيبية لا أحاولها ولا قواتها إلا بالدولار معلش تبيني معلش يا كريم عجبة حضرتك جيفة؟ ده طحفة آه دي طحفة فزيحة ولفكرة من السعيد لقتيها فين دي؟ لا أنا ملاقيتهاش حضرتك أنا اشتريتها من تاجر سعيد تاجر أسار يعني؟ لا تاجر بلح لقيتها عنده وعجبتني فاشتريتها اشتريتها كم دي؟ أنا أشي عادي؟ هو ده حقيق حضرتك ناوي تشتري ولا هتدعبنا؟ لأ طبعا— ده مصنوعة تقديري من أربعة تلاف سنة ناام؟ أنا عالم مصريات في وزارة الأثار وخبير في التحف والأنطيكات أهلاً وسهلاً يعني حريق ده کرتت�عرف ولا جاية تشتريها وده مؤكد تمثال فرعونة عطيك غالباً من الأسرة الفرعانية الاثناشر حضرتك متأكد؟ لازم نتأكد إنه أثر فعلة وساعتها يحصل لكم حاجة من الاثنين إيه؟ يا إم هيتقبض عليكم بتهمة الإتجار في القصار ثانية واحدة، دي لمراتي أنا أعرفها إحنا حيالله بنا ثلاث عيال هرحوا ولا جمع أو إيه تاني حضرتك؟ يا إم هيتم تكريمكم بسبب الاكتشاف العظيم ده يا سلام، شوف مراتي يا حبيبتي والله يا العظيم فنانة طول عبرها بتفهم في القصار أيوة طول عمره بيشجعني على تجارة القصار أصدق تجارة الضحف يا حبيبتي إحنا عايزين الجايسة بش عايزين نتسجني أيوة حبيبي، استجني ليك والجايسة ليك ممكن بوس بوس؟ بوس 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 بس ألبومك مين؟ أهلا يا إنش، فيني التمثال؟ التمثال إيه؟ تحت استعبطي؟ تمثال الفرعوني حضرتك مش قلتي أنك علم قصار؟ لا دخوية، أنا تاجر قصار آه، افتكرتك أنت بتاع فيلم أبو علي؟ أيوة بالضبط، مش عايز كلام كتير، أنا عايز التمثال علي، علي، أمي علي الخاني علي، علي هتحاوليش معاه، هديته حقنة نايم فيل ما ديتنيش أنا كمان واحدة زي هالي، مع أني بخيف من الحقن مكنش معاه يا غير واحدة بس، وعايز حد أتفاوض معاه تتفاوض علي حضرتك؟ تمثال؟ أو الدماء؟ لي حضرتك؟ انت مش قلت لي أن انت طيب، سأل أستاذ را شو أنت وفيه؟ لا، أخوي أضحك عليكم، أنا شرير زي ذكر أسطم، أو محمود الميليجي يا مامي، بقول لك فيه تمثيل كتيرة قوي برة خد منها اللي أنت عايز، وأخدها كلها لا أنا عايز ده لا، لا ده لا، ده ملك مصر وأنا مش ممكن أبداً أفرط في مصر أبداً بقول لك عاد التمثال حاضر، حاضر، التمثال أهو، أهو ولو تحب أجيب لك أبو الهول ببنخيله لحد عندك حاضر، حاضر أنا مش عايز غير حاجة واحدة بس مش عايز أسيب دليل ورايا يا مامي، لا أرجوك، أرجوك ما تخطفنيش ما تموتنيش، ما تكلنيش ما عايز أعيش هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ما كنت أعرف راسك؟ لا مالوش حق طب راسك فين يا حبيبتي؟ سليمة وزيل فل هون؟ لا ماليش دعوة وكتر أبني وخير تمثال وهرب خادي تمثال وهرب تمثال ده؟ ها؟ طب ما تمثاله هو إنش؟ اه صح صح تمثاله الحمد لله الحمد لله فيه علي؟ نام يا علي نام شكلك كده كنت بتحلم متخرف نام يا علي نام ايوه وقعد تقوم وتخدني من نوم وتقول لي ضربني وقاتلني وتضربك فل نام نام يا علي نام بنا يهد نام اصبي الله ونعمل وقيد محمد الله مبروك يا إنجي الجرائد القومية كلها نشط الخبر ومنازلين صورة جنب التمثال الله يبارك فيك يا فاند طبعا لما هتروح التكريم هتقولي للوزير بقى ان انتي عملت ده كله بفضل توجيهاتي نعم توجيهاتك ليه بقى ان شاء الله لا طبعا هقوله ان كل ده مجهودي وتعبي اسلام مجهودك وتعبي ايه انت اللي نحطيه ولا ايه ايه بنظافه واصهر جنبه يا جميل نعم كنت بت ايه؟ بنظافه واصهر جنبه حبيبتي نظافه وحراسه لا والله ناقص تقولي ان كل يوم بتحطنه ميا واكل مبروك يا إنجي الله يبارك فيك يا موحة سمرت ونولت يا ايه؟ الله يصبرك يا كامل يا على فكرة وزارة السكافة هتكرمك وهتطلعك رحل اصهر ولقص على حساب البلد الله اصهر وحشتني قوي انتي تروحتيها قبل كده؟ لا اللقص الحلوة برضو انت رحتها قبل كده؟ لا بس يمكن اعترلنا على تمثالين تايهين هناك ولا حاجة؟ ايه دا يا علي انت عايزت مسيل؟ ايه إنجي؟ انا بموت في التحف والقصار فيها علي حبيبي سلامتك انت اتغيرت خالص تكونش دي لعنت الفرعنة؟ وفيها ايه لما شارك مراتي حبيبتي في هواياتها؟ ايه حبيبي ومالوت شاركني في هواياتي يعني بس بلاش موضوع التحف والقصار ده عشان كنت هتلبسنا في قضية اتغرب القصار وكده خلينا في الرحلة حبيبي خلينا في الرحلة